موسيقى الله معك عزيز المشاهد ورد بإنجيل لؤة هالعجيبة للسيد المسيح لما راح لمدينة نيين وكان معه عدد من تلميزه وجمع كبير من الناس ولما اقترب تذكروا هالقصة يسوع من باب المدينة شاف ميت محمول على الأكف وكان هالميت وحيد لأمه والأم كانت أرملي وكان مع هالأم عدد كبير من الناس ولما شافها الرب بتحنن عليها وقال له ما تبكي بتعرفوا انه الرب بالقصة لمس النعش وأقام هالشاب الوحيد من الأموات والناس كلهم بلشوا مجدوا الله من بعد ما شعروا بالخوف لحظوا الرب شو عامل قبل ما يليمس النعش لمس قلب الأم وقال له ما تبكي يعني تخيلوا لا سمح الله أمر من هالنوع عم يحصل مع حدا منا فقد شاب وحيد ويجي أحد لا يعزينا ويقول لها الأم ما تبكي فأكيد لح يجن نجنونا ما في شيء بهالوقت بالذات بعزي قلب الأم لكن إذا نحنا كنا فعلا عم ننقل تعزية الرب مش تعزيتنا الخاصة فأكيد لح نقدر على الأقل ندخل التعزية الحقيقية لقلب هالأم الكسلة ليش يا أخوي أنا عم بحكي هاليوم عن هالعجيبة مش هدفي ضو على العجيبة بحد ذاتها يلي صنعها يسوع لأنه نحنا نؤمن إنه يسوع هو سيد الأحياء وسيد الأموات ولكن بريد بهالعجيلة اليوم قول إلى أي مدى عم بتساهم مشاركتنا بدفن شخص ما معين بتاعزية قلوب أهل الفقيد هلأ بتعرفوا الكهنة بيشاركوا بكتير من المقاتم من رؤى أحيانا نتيجة تكليف على دفن شخص ما منعرفه أو صار في نعوة من بلدة لبلدة أو بدهم كهنة بدفن لكن من الطبيعة إنه لما نروح ونشارك بالصلاة نصلي فعلا من قلبنا ونطلب الرحمة على المتوفي مش بس كأنه رايحين نقدي واجب أو وظيفة وفي كتير مننا للأسف نحن الكهنة بيقعوا بهالإشكالية كمان بلاحظ إنه جزء كبير من الناس بوقت الصلاة على الميت تبقى واقفة بالخارج بساحة الكنيسة هيدا اللي عم بدخن هيدا اللي عم يتسير هيدا عم يعمل شي صفقة تجارية هيدا عم يحكي على هيدا إلى آخرها بيجوا كسر عتب لحتى يهزوا إيدين أهل المتوفي وقولوا لأهل الفقيد شفتونا نحن جينا يا أخوي مع أرمى الاتنيين كان في جمع كبير من الناس وربنا تحنن عليها وعلى هالناس كلهم ما هدا مننا للأسف بيفكر بترمى الصلاة إنه يشارك من قلبه بها الصلاة على المتوفي في كتير ما بيخطر على بالهم إنه بكرة لح يجي وقت إنه تكون الصلاة علينا والناس ناطرة برة لحتى تمرؤ وتعز الصلاة على الميت مش معمولة بس لراحة نفس الميت يا أخوي لكن معمولة لحتى نحن نتطعز بهالدني ونعرف إنه في آخر وإنه الإنسان مصيره الموت والإنسان مهما عمر آخر نهار لح يرجع لأحضان الآب لكن لحتى فعلا يرجع الإنسان لأحضان الآب لازم يفهم أو لازم نفهم بحياتنا إنه ربنا بدين كل شخص حسب أعماله والله معكم مشاهدينا بفقرة لأقلي بنور جديد ومع هالأسرة الحلوية اللي بتطلع علينا وعلى المشاهدين من الثانين لحتى الجمعة بفقرة مع أحد الآلمية اللي بيطلوا من هيدا من هيدا سبعتاش كنت بعد نباك يعني بعدني عم قاعد الدراسة بعد نما معي من ندارس إعلام من نفتاري في القواعد تبع الإعلامية ولا شيء ولا شيء بعدني كنت من خبرة من أنا وصغير كنت قلقت الميكرو وقف قدام التيفي هو مطفش وفي حال أهله هيدا كان حلمي إذا بدك وبلش الحلم من هونيك ولكن عم قللك مسئولية لأن مثل ما قلت لك ما نأخذ قواعد الإعلام ما نأخذ الشعر كله ما نأخذ فلسفة كنت هون بيبلش التحدي الزيت وتحدي النفس إنك توصل توصل صورة الشعر المظبوطة صورة الفن المظبوطة وصورة الإعلام المظبوطة يلي نحن بدنا إياها ويلي نحن تربينا عليها قلت لنا على مقاعد الدراسة على مقاعد الدراسة كيف كانت ردت الأسادزة طبعاك ردت فعلهم على هيك إنه حدث إنه شخص من التلميذون نال أصغر أعلامي بلبنان وبالوطن العربي كمان مثل ما قلت لك مكانة هيناء وقع الأسادزة كان نوعا ما إيجابي بالنسبة لإلي ولكن عطول عندك ناس بحطولك عصب الدوليب متل ما بقولوا كان في أسادزة مش كتير ممنونين وبتأسف قول إنه إحدى أستيستي قلت لي أدى دافي على التيفي حتى خلوك تطلع يعني هيدا على قدمة أهرتني على قدمة بنسية على قدمة خلتني اتحدى حالة واتحدها وقال لي شوفي أنا اليوم ومعني وصلت شاربي رغم عن عمري صغير أخذت هذه النجومية إذا صح التعبير توصلت علي أنت فيه هلأ أدى هاك عندك علاقة مع الله قوية هل النجومية خلتك أو اللقب خليك أنه تنسى الله تنسى الإيمان التي تربيتها لها داخل بيتكم لك بداية خليني بس وضح شغلي أنه أنا بعد ما وصلت تسأل حيالة إعلامي وأنا بعد نبعد حالة مني إعلامي مثل ما هو لازم تسأل كبار الإعلاميين عم قل له كبار الإعلاميين يعني اللي يقل له 40-50 سنة خبزة وعجنة للمهنة بتقل له هل وصلت للي بدك يا بيقل لك ما وصلت لا لأن الإعلام هو مثل المحام الإعلامي هو بتدرج مش واحد بيجي دغري وصرت أنا إعلامي يا أرض اشتدي ما حدا أقدي لا هو كل يوم بيوع الصبح بيقول أنا بعد ما بعرف شي ولا وصلت لشي أنا بدي أرجع أدرس بدي أبحث لحتى أوصل اللي أنا بدي إياه كنت عم تسألني إذا علقت بي الله تغيرت ما تغيرت أبدا بالعكس بوعك اليوم بقل له يا رب زيدني تواضع حتى متل ما أنت وصلت تقدر تفرج صورة ابن الله على الأرض تقدر أنا وصل صورة الإعلامي بلا ما أكون عم شوف حالي يعني ربنا هو إله الكون جان بير ولد بمغارة طب مين أنا لحتى شوف حالي مين أنا للي طب ما لما الله راضي عني لما أم صليت لأنا بقدر أوصل له اللي أنا وصلت له أكيد ما بقدر أوصل يعني كمان بنفس الوقت الاتكال على الله بهذه الأمور كتير مهمة لأنه هذه الأمور إذا ما اتكلت على الله بنفس الوقت ما اشتغلت وما اتعبت لأنه الاتكال على الله وحده ما بيكف صحيح كتير من العالمية مثلا أو من الناس بحياتنا اليومية بيفكروا أنه نحن انتكلنا على الله وخلص والبقع على الله كيف لو نحن ما فينا نعمل شيء الله هو اللي بيشتغل منقلهم أنه هاي فكرة غلط ما هيك أكيد غلط لك أنا عندي 90% هو الاتكال على الله ما رح لك 50% 90% الاتكال على الله ولكن الله ما بيجب لك هيك على طبق من الماظ لا على أساس يكون متين فإذا الله هو الأساس اللي أنا بدي ابني عليه رح يكون خوفي من المهندسين اللي رح يبنوني ما بيكون خوفي هون يعني عندي 10% هاي تحد الزيت وهيدا العلم وهيدا البحث وهيدا التعب ولكن حمد الله ملاقي أجرنا وتعبنا هو حب العالم لألنا ويلي بتبقى نطرتنا من جمعة لجمعة ونطرت ضيوفنا من جمعة لجمعة لأنه هاي دي ساقتن فينا هاي دي ساقتن بأله اللي حطنا هون وساقتن بضيوفنا يلي نحن منجيبه شاربل هلأ حضرتك عم بتتابع بالتتاخد قواعد الأعلام إذا صح التعبير حضرتك طالب الجامعة اللبنانية صحيح طالب جامعة اللبنانية كلية الأعلام بعد السنة أولى هيدا اللي محد عم بيسد خلو أنا عملت البحوث هلأ تأكدت أنه عن جد شفت أنه السنة أولى قلت له أكيد في شيء غلط مهم هل أستاتيستك أو الدكاتر اللي عندك بيفتخروا فيك بيقولوا أنه هيدا تلميذنا هيدا طالب تبعنا هيدا نحن هل في افتكار بأنه في عندهم حدا بعمري صغير هالأد عم بيكون عم بيقدم برنامج لوحده عم بيعملوا الإعداد لوحده أول شي بدواجه تحية كتير كتير كبيرة لمدير الجامعة دكتور هاني صافي ولدكاترتي بالجامعة اللي حتى ولو أخذت البي اي اتش دي وصرت زميل لإلن بيضلوا دكاترتي بقول أنه هني أرفع من أني أنا أنا أكون زميل لإلن أنا تلميذ لإلن بضل إلى منتهدار رح ضل تلميذ لإلن حتى لو صرت زميل لإلن بيفتخروا فيي كتير بيفتخروا فيي وأول حلقة قدمتها بنور جديد كانت معي رئيسة إسم العلاقات العامة دكتور مالينوال خوري وجهلة تحية كتير كبيرة كانت من المحفزين والدعم الأول لإلي كمان تحية كتير كبيرة لإستاذ حبيب يونس اللي كمان كان ضيف وحلقته كانت ارتجالية يعني بحلقته معادي يفتح الباد عندي حتى التابلت معادي يفتح حتى يقدر حاوره فطلعت كل الحلقة ارتجالية وعم بحكي مع إستاذ حبيب يونس اللي هو يعطيني فن الإلقاء فن مخارج الحروف إلى ما هنالك دا كتيرت يعني جامعة بحد ذاتهم يعني الجامعة اللبنانية فيها فروع جمعيات صغيرة بحد ذاتها كمان دكتور وفاق أبو شقرا موسوعة إذا بدي عدهم كلهم بتخلص الحلقة ولكن على قد ما هن بيفتخروا فيي على قد ما أنا بيفتخر أني طالب بالجامعة اللبنانية وإني عم بتتلمز على إيدان هاك دا كاترة اللي ما بيعطوا من الكتب ولوراء اللي بيعطوك من خبرتن خبرتن يعني هاك فينا نكون عم نقطع على كل الناس اللي عم تحضرنا عن الجامعة اللبنانية وعن قوية الجامعة اللبنانية كلهم بيقولوا أنه جامعة اللبنانية هي جامعة أنه ما فيها مستوى وكتير تعطير فيها ومدرشو أكيد ما منقول لهم أنه ما فيه مشاكل ولا أي جامعة خالية من المشاكل بطبيعة مية بالمية ولكن أي شخص مننا بيكون عم بيشجع هذه الجامعة وخاصة الجامعة اللبنانية الوطنية جامعة وطنة وخرجت ألاف وألاف من الناس أهم الناس جامبير اللي بتشوفهم مع احترام لكال الجامعات الخاصة ومش لأني أنا تلميذ لبنانية أكيد نحن 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 نهاجم الجامعات الخاصة وإنما عم نضوع على أهمية الجامعة اللبنانية ببلدنا صحيح يعني نتبع فيه هيدا الكونكور مش الكل بينجح فيه وصدفت مرة كنا باعتصام لجامعة اللبنانية للأسف بدوني ما بعد كي بدوني همشوا الجامعة اللبنانية وهي جامعة الوطن جامعة الفقير نتبع هيدا الجامعة بلاقي دكتور من كالية الصحة بقل له أنا ما بحياتك حتشوفني عندك لأنه أنا ما بحياتك انشاطر بالفيزيك والسيانس والمات وكذا قال لي أنت تنجحت بكونكور الإعلام يعني أنت نابغة ما عم قولها من شوفة حال ولكن عم قول أنه كونكور اللبنانية مش هين مش كلمة بكلمة وحدان لبنانية مش ادفع ترفع كسر راسك ترفع هيدا الجامعة اللبنانية يعني هايك هاي عن خبرة بعد هايك كلامي اللي قلت لنا يا شاربل عن الجامعة اللبنانية مندعي جميع الناس أنه عن جد حرام هايك جامعة جامعة اللبنانية عن اياها جامعة وطنية ما تكون بأعلى وأعلى وأعلى المستويات ليس فقط بلبنان إنما عالميا لأنه بيكون حامل شهادة الجامعة اللبنانية بالصين بين قبل مئة بالمئة يصدقوني وفي كتير ناس بالحياة اليومية خير دليل على ذلك شاربل منرجع لشاربل كشاربل إنه علاقتك مع الله متينة والحمد الله والحمد الله أكيد كيف علاقتك مع أهلك والمجتمع اللي حوليك إنما إنه في عندك لقب في عندك مركز بالمجتمع كيف ضلت علاقتك مثل ما كانت قبل أو إنه لأ أنا لعندي أنا للمعي اللقاب صار في عندك هاي شوفة الحال هاي شوفة الحال يمكن قعدت لشيوم معي بس إنه جبالي هاي شوفة الحال لأنا أصغر شاعر وكذا بحثنا إنه طب ما لو ما أهل مصليين لو ما دعموا لإلي وهن أكتر ناس بالفعل دعموني مش لأن إبنهم لأنهم آمنوا بكل موهب عندي إياها لأنهم آمنوا بكل كلمة أنا بانطق فيها بآمنوا بكل كلمة أنا بكتبها بالجريدة بكل كلمة أنا بقولها على التيفي هن آمنوا في فكيف أنا بدي شوف حالي علي وكيف بدي شوف حالي عيال اللي هن خلوني أوصل علي أنا عليه هلأ المجتمع يعني هلأ فينا كمان يعني ما فينا ما نطلع بخلاصات من كل فكرة بفكرة من كل حديث بحديث اللي هي أنه ندعي كل الناس تآمن بموهبة ولادة يعني بغض النظر أنه كل واحد هلأ يكتب كلمتان بيقولون شعر للأسف هنحكي عنا شويل قدام إنما يآمن بقدرات أولادهم لأن أولادهم قدرات كثير مهمة وهي بتوصل الوطن شرب نعرف أنه مضلك إنسان ثورج على الناس يكتبوا كم كلمة شعر وصاروا بيعدوا حالهم فتحوا فيجه على فيسبوك وغيرهم صاروا شعر أو كتاب أو إلى آخره أو أعلمية أو حتى أعلمية من هل منطلق كشربل بكرم ما بتلاقي حيلك إنه أنت كمان إذا صح التعبير ما أنت تطفل على المهنة لك عم صادف كتير بحياتي أشخاص مع كل احترام ومواد تلاقلهم ما حدا يفكرني عم هجموا بس كتب كلمتين على بعضهم أو كتب تويت على تويتر أو نزل شيء سوشيال ميديا إنسجرام أو فيسبوك الإعلام المخضرم الشاعر الكبير لحظة ستوب نال الإعلام المخضرم يا جماعة الإعلامي أو ما يعرف كان بالصحافة أنا ذات إذا بنرجع شوي لتاريخ الإعلام كانت صحافة اللي هي صحافة هلأ بي عصرنا الحالة صارت ريليتد بس لكل شيء خاصه صحيفة ورائية مجلة إلى ما هنالك الإعلامي صارهو كل شيء خاصه بالتيفي خاصة إنه هلأ بالسوشيال ميديا هونيك بتشوف التعثير لا كل واحد بيكتب شيء على فيسبوك بيقولوله إعلامي مخضرم كل واحد وانتبع أنا ما عم بحكي قهر أو شيء حمد الله اللي بدي يا أنا وصلت له ولكن عم بحكي من حرقة قلب يعني أنا بدي أربع خمس سنين لأخد شهادت بالإعلام يجي حدا يقدم برنامج يقولوله إعلامي كبير أيها الصحافي المخضرم وهو ما بيكتب كلمتان عربي حد بعضهم معل يعني مرة وللأسف كمان عم بحضر ريبورت حدا عم بيناقض الصحفية يلي بيتطفلوا على المهنة وكب كلمة باللغة العربية مخصة يعني إله بطريقة تانية عرفت سوئلت إذا أنت بتعتحالك صحافي وعم تحكي لغة عربية غلط عرفت أين عم نوصل يعني السنة خاصة بعصر السوشيال ميديا صار كل واحد مننا إعلامي ما بقى في ما بقى في لزوم لكلية إعلام ولو كل واحد بيكتب هو ما كان في كلية إعلام بس هذا الشيء ده بيأثر سلبا على المجتمع إنه كل واحد صار عنده فيك تقول مجال إنه يطلع على الهواء ومتاح لجميع الناس إن كان على اللايب على الفيسبوك أو إنستغرام أو حتى يوتيوب فيك تطلع أو حتى على الهواء دغري أو حتى على الهواء دغري بس إنه كسوشيال ميديا أدي صارت مثل سلاح بتوصل الصورة السيئة للأعلامية مضبوط لكن إحنا بالجامعة مناخد وبعدنا عم إليك مناخد لأنه بعدنا أنا بالجامعة وحتى لو صار معي دكتوراه حضل إليك أنا عم بتعلم أنا ما تعلمت عرفت نوصل إنه فيه قيم فيه مبادئ فيه أخلاقيات بيربع عليها الإعلامي بيجمعته بيتدرج بيجمعته لا قلت لك الإعلامي مثل المحامة بيتدرج مش دغري بيشبق اللقب وبياخده عرفت وحتى في كتير إعلامية هن جنود جنود مجهولين بقلب التليفيزيونات وراء إعداد حلقات وراء إعداد وراء تحريق وراء إعداد نشرات الأخبار هن جنود مجهول وما بيقلك أنا إعلامي بيقلك أنا بيشتغل بهذه المؤسسة هيده ما بيجي إنه هو ما عنده الكفاءة أو هو ما عنده فخر بحاله ولكن هيده بتجي من التواضع اللي عنده لأنه الإعلامي لازم يكون شيء سيئنتي فيك هيده كل يوم الإعلام بتدرج كل يوم الإعلام بتطور بإزدهارية جديدة ما فيه إجاء تربع على شيء الأنساتر عطيون إيام من عشر سنين وظلني أنا مسابر فيه هل شرب البوكرم بيضله أبديت مع كل حدث جديد للإعلام يعني كل ما تتطور حضرتك أنتها بتقول الإعلام كل ما لازم الشخص يكون عم بيتابعه هل شرب البوكرم بيتابع هذا الشيء بيضله مثابر على شغله والحمد الله ألف مرة بيضلني متابع كل نشرات الأخبار اللي هي إذا فينا نقول صارت مشارات حزن صراحة عادة عن أنه هيك صار مسلسل دراما طبعا أنت عارف شو الآخرة طبعا وعمين عاد أنه الأشي السياسية أنا ما كتير بفوت فيها يعني بلاقي أنه السياسة هي فوق الطاولة تحت الطاولة تانية أنا ما بفوت سياسة ولكن كل شيء أعمال فنية أعمال ثقافية هيدا أكتر شيء بيشدني الثقافة لأنه للأسف وصلنا لوقت صار العلم آخذ الهبوصة الكبيرة والثقافة ولا شيء علما أنه في فرق كتير كبير شو الفرق ما بين الإنسان المعلم والإنسان المثقف الإنسان المعلم هو الإنسان يلي دخل كلية دخل كذا دخل تعلم أخذ الشهدات تدل إنه هو معلم ولكن لا تدل إنه هو مثقف الإنسان المثقف أما تقدر تاخد منه قيم وأخلاق ومعلومات هو لما أنت تروح لإنسان سوري على الكلمة إلا تراه أمي ما أنه داخل مدرسة ما أنه داخل جامعة ولكن أكبر محاضر بالبلد بيعرف بالشاردة وبالواردة بيعرف سنة الحرب الأهلية شو صار وبيعرف سنة الألفان وستة شو صار وبيعرف بهذا التاريخ بالذات اليوم مثلا من عشرين سنة شو صار هذا الإنسان المثقف هذا الإنسان اللي شارب السقافة شرب والثقافة محيط لا ينتهي ما فيك تنزل تشيل منه كيلة تقول أنا تسقبت لا أنا مثلا بقرأ بحدود 30-40 كتاب بالسنة كلما أرجع أفتح كتاب جديد بقول أوف معقولها المعلومة معرفتها شو معناتها أوف المعلومة معرفتها يعني أنا بعد ما بعرف شي سقافة يعني أنا بعد أن أطور حالي يعني تأكيدا على حديثك فيه يقول لك شربل فيه شخص كبير بالعمر نفس الوقت في اللي نكون عم نتخبر للمشاهدين أنه السقافة من زمان تاريخيا لحد اليوم ومستمرة إلى الأبد هذا الشخص هو رجل مسن كبير بالعمر ما بيعرف يكتب ويقرأ ولكن كان عنده إتقان جدا باللغة السوريانية يعرف يقرأ كثير من الحرف السورياني يعرف يقري الحرف العربي ما كان يعرف يقري إذا بتكون جالس معه ما بتحكو غير عن السقافة مش بس يعني وللأسف هود العالم للانقراض للأسف ما بقى كي حدا بيقعد معك بيجالسك بيجالسك بسقافة وبيعطيك خبرته بالحياة شو هي كله صار أنا أخذ شادة كذا وأنا شادت أخذت من جامعة كذا أو إذا بتكون قاعد بجلسة بيكونوا كلهم هاك عم يحكوا بصبيعهم الحمد لله ما هيدا عم قل لك هيدا عصر التكنولوجيا هيدا عصر السوشيل ميديا يلي عم بيبلش يفرق هو موقع التواصل الاجتماعي هو موقع التفريق الاجتماعي صاروا عايلي بين بعضهم نقعدين كلهم نتحكي البنة أما بتقل لها مثلا طالع بيلي هيدا الأكل عمليا وهني نقعدين نقعدين بعضهم يعني روء أنا مع مع نظرية لقدام أنا مني أنا متنبئ ولكن مع نظرية مثل ما هل قاعدين أنا إياك عم نتحاور من قل لراد 30-40 سنة لقدام صار بقعد مقبيلك ولكن نتحاور على الواتساب وبيطلع خلو ويطلع سكريم بالنصب بيطلع بيطلع شو نحنا عم نحكي للأسف عن زد قدام هم الألم والورقة بهيدا العصر كتير كتير خاصة بعد ما قلتلك الحلقة اللي صارت معي مع الأستاذ الكبير حبيب يونس بوجه له أكبر تحية أنه معي دي فتح التابلت عندي ومن وقتها حرمت استعمل شي خاصة جديد صرت عطول بالألم والورقة الورقة خي بتحسها بتحسها بنتك بتحسها ملكك بتخشطر من هون بتعمل معلومة من هون بتتعجها من هون بتخزق يمكن طرفها من هون جملة عجبتك بتسطرها من هون التكنولوجيا ما فيك تعملها من هودل الورقة أنت ملكك أنت بتكتب علي اللي بدك يا سوشيال ميديا أو التكنولوجيا بتجيك مطبوعة خالصة مش أنت مش حاطت أنت شي منك أنت مية بالمية الشعر والكاتب والألمي الشرف البوكرم أهلا وسهلا ما بارفزة بينقلك أهلا وسهلا بنور جديد كانت ختام أنت مسك معك شو بتحب توجه كلمة أخيرة للمشاهدين كلمة أخيرة أنا بحبكم كثير وترقبونا أسبوعيا أكيد سنظل نطلع حتى لو أنت لم تكن معنا ستكون واحد من المتابعين تابعنا أكيد أكيد ما فيش هك مثل ما حكينا عن الجامعة لبنانية أنقذوا الجامعة لبنانية لأنه هي جامعة الوطن ولكل شخص عنده موهبة نمولوا موهبته ما تكونوا عائق بوجه شكرا لألك مجددا مشاهدينا نحن وصلنا لختام هذه الحلقة هذه الحلقة اللي كانت آخر حلقة أنا بطلع عليكم بنور جديد لأسباب شخصية مشاهدينا بتمنى منكم تذكرونا بصلاتكم صلوا عطول الصلاة هي أساس كل شي بالصلاة وبالمسبحة بتخلصوا أكبر إنسان خاطئ على الأرض بتخلصوا لروحه مش بس هيك بالصلاة والإيمان بتقدروا أنكم تبنوا بيوت للأهالي بتقدروا أنكم تثبتوا عيلتكم بس فقطنا الصلاة بالبيوت شفنا الطلاق وكترة الطلاق ما فيه ما أشكر بنهاية هذه الحلقة مديرة هذه المحطة الألمية مدام ماري تراز الباشحنين أشكر المخرج ميشيل أشكر كل شخص من الأكيب كان عم يتعب وأكيد الشكر الأكبر والأول سيدنا يسوع المسيح وبشكر ما فيه ما أشكر أهلي أمي وبي اللي دعموني بها 8 و 9 حلقات وأكيد شكر لشربل اللي كمان كان عم يستعدني لبعض الأوقات لو موسقت فيك ما قدرت وصلك وبضم صوتي لصوتك بكل تحية والشهد ونحن وياكم على أمل الملأة القريب ونظلكم تابعوا نور جديد ومن هلأ لوقتها ذكرونا بصلاتكم الله معكم موسيقى 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 موسيقى